اشتركوا في القناة كل مواضيع التي نتحدث عنها وتحدث عنها كل عراقي هي يعني تؤدي إلى بعضها وتكمل بعضها وترسم الصورة النهائية لهذا الوضع الكارثي في العراق ومن ذلك اليوم نتحدث عن أن الدول في العالم التي تدعي أن العراق بلد مستقر وأقصد بالدول في العالم هذه التي تولت عملية احتلال العراق وتدمير العراق وتخريب العراق من أجل بناء وقالوا من أجل بناء تجربة ديمقراطية وعراق جديد هذا ما سموه عراق جديد وجابوا لنا الميليشيات ودخلوا لنا إيران ودمروا البلد وهجروا الناس وقتلوا ذبح ومليونين عراقين قتلوا من العراقيين وتهجروا الناس ولا صناعة ولا زراعة ولا كل شيء ونفط يعني ينباع وعاد إلى الشركات الأجنبية وينباع وتجي أموالها تدخل للفساد وفقر وبطالة وتعليم سيء ورعاية صحية ومفقودة وخدمات مفقودة هذا كل هذا النموذج الغرب وهو المطلوب وضعوا أن يكون العراق بهذا النموذج ضعيفا وهذا هو المطلوب أقصد هذه الدول مثل أمريكا بريطانيا وغيرها وحتى دول أوروبا الغربية وغيرها ومعها الأمم المتحدة ومعها حتى الدول العربية يعني مع محبتنا لكل عربي ودول أهننا وناسنا لكن هم مجبرين بالهراوة ما أعرف بسياسات معينة المهم مع كل هذه الدول صدر خاصة دول الكبرى التي ترعى هذا النموذج في العراق ترعى العملية أسست العملية السياسية وترعاها وجبرة الآخرين على فتح سفاراتها في العراق مثل أمريكا وبريطانيا تصدر من وزارات خارجية في بلدان وطبعا مرتبطة بالمخابرات ومرتبطة بأجهزة أمنية صدرون قوائم جاية من دوائر أمنية ودوائر اقتصادية وسياسية وتحظى على موافقة القوى السياسية الكبرى في البلد قوائم لمواطنيها الصدر تعرفهم بها يعني بالدول المسموح لهم بزيارتها والدول الغير مسموح لهم بزيارتها شهريا ربما تصدر هذه القوائم أو بها فترة وأخرى حسب الحاجة ومنذ 20 سنة لحد الآن وأدعوكم وأدعو كل واحد يعترض على هذه المسألة ويريد يبحث ليبحث في قوائم كل هذه الدول التي تحدثنا عنها وبدءا من بريطانيا وأمريكا أمريكا وبريطانيا وكل الدول الغربية ليبحث فيها سيجد أن العراق في كل هذه القوائم من الدول غير المسموح لمواطنيها بزيارتها وآخرها قائمة صدرت قبل أيام في أمريكا وبريطانيا قوائم صدرت وجدنا فيها العراق على رئيس قائمة الدول الغير مسموح لمواطني بزيارتها قلوا لهم تروحوا لماذا؟ لأن هذه الدوائر الاستخباراتية والأمنية والسياسية تحدد أن هذا بلد غير آمن بلد لا يمكن يعني أن يتعرض فيه مواطنهم فيه لديهم احتمالات كبيرة في تعرض مواطنهم فيه للأذى وعندما تكون الاحتمالات أقل من من 60% ربما يقولون يقولون مسموح يعني بتحفظ بالقوائم يكتبون أنه مسموح بتحفظ دير بالك من تروح وكذا وكونت تتصل ودوما تتصل في سفارتك وكذا أكذا أما من تكون المخاطر من 80% و90% وفوق فيقولون لهم لنزوروا من البلد العراق من ضمن هذه القوائم التي يكتبون لهم لا تزوروا هذا البلد وهذه العامري زعيم ميليشيا بدر يقول إحنا بنات الدولة وإحنا اللي بنيننا الدولة وإحنا اللي رعينا الدولة أي دولة هذه الدولة التي تتحدث عنها حتى الدول الرائعة لهذا المشروع الذي أنتم حراسه ونواطيره هم يقولون لمواطنهم لا تذهبوا إلى العراق وأقرأ يعني عبارة don't do not travel يضعون يعني عبارة بالانجليزي do not travel لا تسافر له هذا البلد لكل مواطن وآخر قائمة يعني قبل أيام صدرت في بلاد المتحدة الأمريكية لمواطنيها تحذير لمواطنيها العراق في المرتبة الثامنة بين الدول الممنوعة اللي do not travel يقولون لمواطنيهم لا تذهبوا إليها وهذه القائمة كانت يعني فنزاولا المكسيك روسيا بيلاروسيا أوكرانيا سوريا إيران لحظ العراق أفغانستان لبنان نيجيريا اليمن كوريا الشمالية غزة حتى غزة هذه القصف وكذا يعتبرونها أقل خطورة من العراق أقل فوضة من العراق وفغانستان أقل ولبنان أقل ونيجيريا أقل واليمن هذا لمبي أقل كوريا الشمالية أقل هذه هذه البلدان فالعراق بالمرتبة الثامنة بين الدول التي يقولون لمواطنيهم لا تذهبوا إليها هل هذه دولة هل يجيبونا يجاوبونا يعني لأننا نحن نعيش في ظروف قاهرة ومدمرة ومخربة وهم يعرفونها تعرف هذه الدول أمريكا تعرف تعرف هذا النموذج الذي صنعته ومرة أخرى يعني السؤال الذي يطرح نفسه والبعض يتفلسف به فشلت أمريكا في بناء النوع هاي فشلت لم تفشل أمريكا أمريكا أرادت هذا النموذج أرادت هذا الخراب وهذا الضعف وهذا الوهن وأرادت هذه الميليشيات أن تسيطر وأرادت من إيران أن تتغول في العراق هذا واقع الحال سنوات العشرين أثبتت هذا أمريكا لم ترتكب خطأ النموذج الذي جاءت به لتطبيقه بالعراق طبقتها مية بالمية قتلت العراقين وهجرتهم ودمرتهم دعكة من المقاومة التي وقفت لها ما هذه المقاومة اللي يسموها يسموها المقاومة الإسلامية ما أعرف منوها هاي الميليشيات اللي يدعون أنه هي قاومت وهذه كذبة كبيرة ويحاولون حتى التاريخ يمسخوه الذين قاوموا واعتبرتوهم إرهابيين واللي واجهوا الأمريكان إما استشهدوا أو مسكتهم مسكتوهم وبعد ذلك دلوا عليهم ذول جواسيسكم وبالسجون ماتوا بالتعذيب والكثير منهم ومن بقية منهم فبس بالسجن ربما الله يعينه أو أو توفى ولم تخرجونهم ولم تعتبرونهم أبطال الآن تحدثوني عن المقاومة مقاومة إسلامية عصائب أهل الحق ما أعرف منه من مقاومة هذه الكذبة الكبيرة شنو؟ ما هي صدرة فتاوي لتقاومون هذا واعتبرتوا جيش الاحتلال جيش تحرير؟ ما هي تقاومتهم؟ هاي يغربون ثلاث قذائف أربع قذائف على المنطقة الخضراء كلما إيران كانت لديها ملف متوتر مع أمريكا كإشارات من إيران لأمريكا وأمريكا ترد عليهم هي هذه تعتبرها مقاومة؟ مع الأسف الشديد وأن الدولة الديمقراطية التي بنتوها وأن الدولة المثالية المثال التي يعتذى به هذا الشكل هذا المطلوب هذا المطلوب لذلك لا يسمحون لمواطنيهم أن يأتوا للعراق لأنه هذا بلد ملوث بلد خراب ودمار وما بيه سلطة وما بيه دولة هذا واقع الحال فبالتالي هذا النموذج الخراب الذي تتباهون به والاقتصاد منهوب وفلوس منهوب والبطالة فيها أعلى ما يمكن والفقر فيها أعلى ما يمكن والأمراض فيها أعلى ما يمكن وكل ثرواتها تسرق من قبل شركات أجنبية ومن قبلكم والمواطن يعيش أسوأ أيام حياتها منذ عشرين سنة وهذا ما لا علاقة لا بنظام قديم ولا بنظام جديد لو بنيتوا تجربة راقية وإنسانية وإخلاقية وتجربة راقية وبها بناء وحضارة لن ناس كلها صفقة لكم لكن هذا مواجبكم هذا مدوركم لم تأتوا من هذا من أجل هذا جئتم لتنفذوا مشروع مشروع احتلال يدمر العراق وفعلتم ما فعلتمه وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكرا جزيلا والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة